اشتركوا في القناة بين ايدي العدالة خرجوا مجموعة من الضحايا اللي تقدموا بشكاية ديالهم لشكاية فاقة الالف الملايير من الدراهم اللي يعني يصرحوا بها المشتكون انها تم الاستيلاء عليها من طرف المدبرين او الرؤوس ديال المدبرة لهذا العملية ديال نصب والاحتيال قلنا بأن النيابة العامة حركت لمتابعة في حقه محلتهم السيد قاضي التحقيق هم الآن رهن التحقيق الاعدادي يعني ما يقارب واحد 14 شخص اللي معتقلين منهم اللي في حالة صارح طبعا انا في الحقيقة بغيت نتكلم من يعني من وجهة النظر المجتمعية ومن وجهة النظر القانونية اولا من وجهة النظر المجتمعية هاد المجموعة ديالخير استهدفت بالاخص النساء شريحة واسعة من النساء ومشات بالخصوص للنساء اللي يعني الدخل ديالهم محدود اولا هم معاديمي الدخل استهدفتهم على اساس انها لعبتهم بالعقول ديالهم انهم يستطمروا الاموال ديالهم اللي كيتحصلوا عليها يدخلوا في هذه المجموعة ديالخير بواحد المبالغ في اللي كانت ضائلة واحد لمدة قصيرة اللي هي شهر سبع شهر ردي تولي ترجع لهم عوائد ربحية اولا مبالغ مالية اللي هي مضاعفة ثلاثة اولا اربعة ديال المرت الناس طبعا الناس طمعت الناس شافت بانها الفلوس ديالها غادي تدفع مبالغ صغيرة وغادي ترجع لها بمبالغ كبيرة رأي واحد غادي يعني غادي يطمع في الحصول على هاد الارباح المادية من هنا كانت يعني ديك الشبكة او الفخ اللي تنصب لهذا الضحايا باش يجمعوا واحد المجموعة كبيرة ديال النساء وديال الناس الاغلبية ديبها في الاسمك يقول لها مجموعة الخير ولو كيسموها مجموعة الشر من بعد ما اكتشفوا الحقيقة ديالها ديال ان هاد الناس هدو كان الغارض ديالهم هو الاحتيال والنصب اكتر من ذلك ان هاد المجموعة هدي مش يستهدفت غير الاموال والجيوب ديال هاد المواطنين لبؤسة الضعافة ولكنها استهدفت احتل عقول ديالهم من بعد ما كانت كتنشار بينتهم واحد الفكرة ديال انه هاد المجموعة كتقوم باعمال خيرية كتستهدف مساعدات الناس المجتمع قامت بمجموعة من الاعمال والمساعدات الاجتماعية منها يعني تزويج مجموعة من الفتيات الحفر ديال الابار بناء مساجد لدرجة ان الناس ولو كيتيقوا بان هاد المجموعة هدي را عندها اهداف انسانية نبيلة في التنمية ديال المجتمع ولو كيدخلوا باعداد غفيرة ولو الناس كيتوجهوا فعلا هاد المجموعة من اجل الاستثمار الاموال ديالهم ومن اجل انهم عايشاركوا في المساعدة ديال الاخرين شوف الفكرة اللي زرعتها هاد المجموعة هدي باش تحقق هاد المجموعة ديال المبالغ اللي وصلت حاليا حسب ما يشاع 72 مليار 72 مليار را مبلغ ماشي هين باش يتجمع من مجموعة من الناس اللي هما يعتبرون في المجمع من طبقة يعني المسحوقة من طبقة ضعيفة اللي الدخل ديالها ما عايز محلهاش انها يعني تحصل على مجموعة من الاموال وانها تستطمر الاموال دياله في شعائدات ربحية من غير انها تحطها في هاد المجموعة وتدخل وتوقع في البراتين ديال هاد الشبكة هدي اللي ينصبت يعني بوحد الدكاء هاد المجموعة هدي كانت كتستعمل طبعا ما يسمى في الوسائل التواصل الشيماعي حاليا وما يشاع ولا يعني شيء معمول به والناس بزاف اللي كيلسي جئولو التسويق الهارامي بمعنى انه نهار اللي كيدخل شخص في المجموعة ويشاركوا بذيك الف وتمينمية درهم كان قوله انا باش حقق عائد ربحي اكبر جيب لي وحقق لي الشرط اللي هو انك تجيب جوجد ناس اخرين اللي يشاركوا بذيك الف وتمينمية درهم وهكذا كيدور ديك المبالغ مالية كتدور بين المجموعة ديك المشاركين وكيوالي وكيستفدو اللي وقع باش ان هاد المجموعة هدي فضح امرها هو انه كانت كتج مع المبالغ من الناس الناس كانوا كيحقوا الشرط وكيجيبوا ناس اخرين كيساهموا فكونت مجموعة من المجموعة تحطت على رأس كل المجموعة اضمين هادو كليز اضمين ولا هما المتحكمات في المجموعة عن طريق يعني وسائل التواصل الشبكي اللي هي واتساب ولا تكون اضمين عملة مجموعة ديال المجموعة كتكون من 800 شخص الى 1000 شخص تجمع واحد المجموعة من الناس اللي كانت الاضمين ديال المجموعة والجروب ديال الواتساب هي المسؤولة المباشرة عليهم اللي كتاخد الفلوس من عند هاد الناس وفيما بعد كتقوم بالتحويل دياله الى المديرة اللي كتستقبل ديك الاموال اما عن طريق الحساب دياله البنكي او لا عن طريق ارسال واحد الشخص اللي هو من الاشخاص المعتقلين اللي كان هو سائق ديال التاكسي كانو كي توجوه مباشرة كي ياخدوا المبالغ من عند اللي زادمين وكانو كي يوجوه ناس اخرين وكانو كي ياخدوا تحويلات بنكية كل شي هاد شي متبت بالوطائق اللي رهي يعني رهن تحقيق الاعداد لسيد قاضي التحقيق نحن نأسف لشيء واحد هو ان انا بسفتي محامية كليفتوا بالدفاع عن مجمعا من الاضمينات كان منهم اضمينات اللي هما في الخارج هاد الاضمينات هادو من بعد ما وقعت الشبكة يعني بين يدي العدالة اكتشفنا بان هادوك الاضمينات بيدهم راه ضحايا علاش لان باش تولي اضمين كان من ابسط الامور اللي كتخلي يعني المديرة انها تكلف وحدة تولي اضمين وانها يكون عندها واحد المعرفة واسعة بواحد مجموعة من البشر مجموعة من الناس اللي هي غتقدر تجيبهم وتولي هي مسؤولة عليهم شنو قعه ان هاد لي زاد مين كانت كتدخل النهار الولاني بحالها بحال اي سيدة او ضحية عادية بغت تساهم بواحد المبلغ مالي اللي هو الف وثمينة النهار الولاني وتاخد حتى هي العائد الربحي كتستطمر حتى هي ديك المبلغ الاولي اللي كانوا كيطلبوه في المجموعة النهار الولاني الا انه بعد ما كتدخل وكتساهم وكتاخد الربح دياله كتبقى تنشر وتشيع تشيع المفهوم ديال المجموعة في يعني مد الناس بالارباح اللي كيدخلوا دونك هنايا خلت ناس كتارين انهم يدخلوا ويساهموا ويشاركوا في المجموعة كل الناس كيدخلوا ويساهموا بالاسم ديال هديك الادمين كيجيبوا ناس اخرين وهكذا الى ان كيجمع المجموعة ديال الناس كيقول لي خمسمية ستمية كتكلفهم المديرة انهم يعملوا جروب بديالهم ما كيبقواش يعارفوا المديرة كيبقوا يعارفوا الادمين اللي وقع وان البلبالة اللي وقعت دابة يعني الكلام بزاف والتضاربات اللي وقعت التطحنات اللي بين هاد الناس اللي من خريطين في المجموعات وبين اللي زادمين ديالهم خلت الناس بلاصمع يتقدموا بشكاية مباشرة في الاسم ديال المديرة اللي هي السولت على الصندوق اللي كانوا كيسميوه هما صندوق الضمان كان هاد الصندوق هادا خاص بالتقطيات يعني النقص اللي كيكون داخل المجموعات باش ما يخليش ما يخليوش ناس ما مستفدينش ناس دي كيدخلوا كيعطوهم من بعد ستة أو سبعة أشهر واللي كيبقى كيدور عودتاني عليهم ديك ستة أو سبعة أشهر كيولي يستفدوا الإشكال اللي وقعوا وأنه مجموعة من الناس استفدت مجموعة من الناس خضت مبالغ والليات عودت سهمت ما كفاهمش ديك شي ولو كيطلبوا نهار لطحت هاد المجموعة بين يدي العدلة ولو كيطلبوا بالمبالغ ديالهم الأصلية إضافة إلى الأرباح هاد شي كيبين على أنه الناس ولو تبعين واحد المسألة خطيرة اللي هي أن اعتقدوا أن هذا الاستثمار لدروف هذه المجموعة رغم أنه نصب احتيال وأخذ لأموال الناس بالباطل اعتبروا أنه حق شرعي لهم وأنه من حق يمن المطالبة بالأرباح هادك الأرباح راه هي ماشي أموال شرعية هادك الأرباح راه هي نتيجة ديال النصب على ناس آخرين اللي كيطلب بالأرباح ديال هاد المجموعة وتوجه بشكايات في موجات لزدمين راه غادي يصل عليه الحال أنه غادي تم لمتابعة دياله تهوى من طرف النياب العمل لأنه كيطلب بأرباح في إطار غير شرعي ديال أموال غير شرعية استفاد منها بشكل أو دريقة غير شرعية هادك الأموال متحصل عليها من الاحتيال والنصب على أناس آخرين إحنا اللي وقع في هاد الميل فادة ديال تيطوان ديال الأضمين اللي معتقلة هي والزوج ديالها مع الأسف كنا كنت نتنو أن المحكمة الموقارات في تيطوان أنها تضم الملفة وتوقع مواجهة بين هاد الأضمين وبين المديرة اللي هي معتقلة حاليا في طنجة ما تمشي استجابة لهالطالب وتم الفصل لليه الميلف والبد فيه بطريقة سريعة اللي خلت الناس يزيدوا يتشجعوا لأنهم يقدموا شكاية ديالهم في مواجهة هاد الأدمينات أو المسؤولة على المجموعات القروبات ديال الواتساب هادا عايز يزيد يخلق بالبالة كبيرة في الأوسط ديال هاد الضحايا وعاي خلي الناس تتشتت في بلسماعة تقدم شكاية مباشرة في مواجهة الناس اللي سرقوا هاد الصندوق أو للي قاموا بالاحتيال فهي غادي تشتت الانتباه ديال الناس على الأشخاص أو يعني المجرمين الحقيقين اللي ارتكبوا هاد الفعل ديال النصب والاحتيال وأتخليهم يتوجوا إلى أشخاص فرعيين اللي كيعتبروا رحتهم ضحايا ديال المجموعة يعني المديرين ديال المجموعة اشتركوا في القناة